بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم والتسليم على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة بذكرى شهادة إمامنا الحادي عشر سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي ابن سيدنا ومولانا علينا الهادي سلام الله عليهما وبهذه المناسبة إذ نرفع أسماء آيات العزاء والمواساة لمقام مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية جمعاء ولكم أنتم يا مشاهدين الأكارم بذكرى هذه الفاجعة والمصيبة الأليمة وأرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ حسن الجوادي حياكم الله جناب الشيخ والأستاذ وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله وأهلا وسهلا الله يسلمكم شيخنا العزيز بداية كيف بدأت قصة الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه وكيف قدم إلى سر من رأى أو سام الرأى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام الحسن العسكري ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم للسير على نهجه وهديه آمين يا رب العالمين الإمام الحسن صلى الله عليه من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين عاشوا المحنة وعاشوا الظروف الصعبة والقاهرة حقيقة الإمام صلى الله عليه كما تذكر أنه النصوص والروايات بعضها يشير إلى أنه ولد في المدينة والبعض الآخر تشير إلى أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولد في سام الراء ولكن حسب التتبع أنه أغلب المحاققين يشيرون إلى أن ولادة الإمام الحسن العسكري كانت في المدينة المدينة المنورة التي تنورت بوجود النبي صلى الله عليه وآله وهذه المدينة التي ولد فيها عدد من أئمة أهل البيت عليهم السلام فهي الحاضنة وهي المأوى وهي المكان الذي أحبه أهل البيت عليهم السلام ولكن الإمام عليه السلام حسب التتبع التاريخي أيضا لم يهنأ ولم يعش الطفولة في المدينة بسبب وجود السلطة الحاكمة أحسنتم لذلك استدعي الإمام الهادي عليه السلام فأخذ معه يعني العائلة ومن ضمنهم ولد الإمام الحسن الاستدعاء كان إجباري صحيح نعم استدعي قهرا وإجبارا إلى مدينة سامر هذا الاستدعاء لم يكن هو بمزاج طبيعي وإنما كان وراء حسابات سياسية حسابات دينية سلطة والسلطة خشيت من الإمام فاستدعت الإمام الهادي فجاء الإمام الهادي عليه السلام ومعه الإمام الحسن العسكري هنا أيضا النقولات تعددت هناك يقولون أن الإمام الحسن العسكري مع أبيه الهادي سلام الله عليهما أنه دخل إلى مدينة سامراء وسنة يعني 232 33 بعضهم يقول وبعضهم يقول 36 إذا 36 بمعنى أن الإمام العسكري عليه السلام يعني عمره أربع سنوات لأن ولادة الإمام العسكري كانت سنة 232 للهجرة وهذا يثبت أنه ولادته سلام الله كان في المدينة المنورة على هذا القول نعم في المدينة المنورة هذا ما يشير إلى عدد من المؤرخين جاء الإمام الحسن عليه السلام مع أبيه إلى هذه المدينة والتي كانت حاضرة للسلطة آنذاك وكانت عليها العيون وعليها الرقابة وهي تمثل المدينة والعاصمة للحكم العباسي آنذاك نعمل كما هو معروف لقب الإمام سلام الله عليه هو العسكري هل كان هذا اللقب يطلق عليه لأنه كان لديه عسكر أم للقب دلالات أخرى؟ نحن نضالع في المدونات التاريخية وكذلك في النصوص والروايات وما كتب عن سيرة الإمام العسكري عليه السلام نلاحظ أنه دائما ما يرافق لقب الإمام الحسن لقب العسكري دائما ما يرافق هذا الإسم الشريف هذا الإمام لقب العسكري طبعا هو اختص به الإمام الحسن وليس الإمام الهادي نعم بعضهم يقول العسكريين وكذا يعني من باب الاتحاد وإنما الإمام هو الهادي والإمام الحسن أيضا له ألقاب منها الزكي يعني منها الخالص الأبرز هو العسكري الأبرز الذي اشتهر في المدونات وفي الكتب هذه التسمية جاءت يعني انسحبت إلى يعني عنوان المبارك بسبب المدينة بسبب سامراء لأنها كانت أرض العسكر يعني عبارة أشبه تابع للسلطة تابع للسلطة تابع للسلطة نعم فهي تكن عسكرية لحماية يعني البلاط العباسي والبلاط الحاكمة أنا ذاك والإمام جاء إلى هذه المدينة يعني وبعد هو أجبر على المجيء إلى هذه المدينة ولكنه يعني مكث فيها وعاش وكان يعني في هذا دخوله إلى هذه المدينة يعني في بدايات طفولته يعني خلينا نقول إحنا إذا وراء المؤرخين أو بعض الأقوال أنه ممكن أربع سنوات أو بالأزيط خمس سنوات شيخنا العزيز ذكرتم أنه كان في حياة الصبا أربع سنوات خمس سنوات السلطة كانت تركز على الإمام العسكري سلام الله عليه في حياة أبيه أم من بعد استشهاد الإمام الهادي سلام الله عليه وهل أن الإمام العسكري سجن في سجون الخاصة بالطغاة في زمانه؟ الحمد لله اللاحظ أستاذ مسلم أن استدعاء الإمام الهادي عليه السلام والمجيء به من المدينة إلى سام الراء هذا كان بأمر السلطة وقهرا وإجبارا استدعي الإمام وجاء حينما استدعي الإمام كان معه الإمام الحسن العسكري وأول ما استدعي والمتوكل جاء بهم وحقق معاهم بعضها يشير إلى أنه يعني انسجنوا الأئمة عليهم السلام وكان الإمام آنذاك طفل بعضهم يشير إلى غير ذلك ولكن المحاولة الأولى والمضايقة الأولى بدأت من المتوكل المتوكل عباسي كان شرس وكان يضطهد وكان ظالم حقيقة فحينما يتعامل مع أهل البيت عليه السلام هو يعرف مقامهم ويعرف مرتبتهم ومنزلتهم لذلك يتعامل معهم بحسد وحقد وقسوة فالإمام بدأت المضايقات عليه السلام بداية من المتوكل ومجرد الاستدعاء والتحقيق هذا فيه يعني نوع من القهر نوع من الإجبار نوع من الإساءة لمقام الإمام وفيه ما فيه يعني من الكلام اللي هو حقيقة يعني يؤلم ولكن يعني هذا ما جرى يعني عليها هؤلاء ديدن آبائه بل هذا هو الذي حصل فهذه المحاولة الأولى من قبل المتوكل هذا في حياة الإمام نعم هذا في حياة الإمام الهادي يعني في حياة الإمام مع أبيه مع أبيه نعم ما بعد استشهاد الإمام الهادي ما بعد استشهاد الإمام الهادي عليه السلام أيضا عاصر الإمام يعني أبان هاي الفترة اللي عاشها مجموعة من الحكام يعني من ضمنهم المعتز ومن ضمنهم المهتدي هذا المهتدي يعني وآخرهم طبعا كان المعتمد المهتدي هذا أيضا كان قاسي مع الإمام وسجن الإمام وكان عنده واحد من المعاونين واللي خلاه مشرف على سجن الإمام اللي هو تركي معروف يعني رغم أنه كانت يعني هناك إقامة جبرية على بيت الإمام مع ذلك يعني كانوا يعخذوا ويسجنوا في السجون الخاصة وهذه يعني ممارسة بشعة مورست من قبلهم أنه استدعوا الإمام ثم حققوا معه ثم سجنوا يعني تعرض الإمام للسجن من قبل المهتدي العباسي رغم الإقامة الجبرية رغم الإقامة بيت الإمام كان هو عبارة عن يعني بيت موجود ولكن هو محاط بالعيون يستطيع الإمام الخروج في بعض يعني سنة حياته بعض حاجات أو بعض أيامه يستطيع الخروج ولكنه ممنوع من الاتصال بالناس يعني من يتصل بالإمام يقتل يعني من يتصل جهارا نهارا هذا يقتل ولذلك كان الإمام يعني يمنع شيعة من التواصل معه هذا يمكن أنه تصير إلها مجال نتحدث به فكان الإمام هاي الفترة اللي يعيش بها فترة صعبة وقلقة جدا لأنه محاط بالعيون ولا نغفل ولا ننسى بأن الإمام عليه السلام بعد استشهاد أبيه كان عمره 22 سنة يعني في بدايات شباب وفي قمة أنه تألق الإنسان العلمي المعرفي ما شابه من ذلك وبداية انفتاحه على المجتمع أو تواصل الناس معه هذا العمر اللي هو بداية الشباب وقمة العطاء كان الإمام بمرأة ومسمع من قبل السلطة آنذاك وكانت تراقب تحركاته ويعني كل أنشطته لذلك خفف الإمام عليه السلام الأنشطة وخفف التحركات وهذه المضايقات لم تقف العجيب أن الإمام عليه السلام كان يستدعى إلى البلاط يومين بالأسبوع يمكن ثنين وخميس بالاستجواب يعني استجواب هذا استدعاء رغم أنه محاط بالأعيون المراقب والإمام حريص على العمل السري وأن لا يقرب شيعته والعيون من تلامثته إلا في فترات يسيرة مع ذلك وكان الناس طبعا يهتمون بالإمام عليه السلام حينما يسير في أي طريق في أي مكان لأنه طبعا ظاهر السلطة أنه تحترمه في بعض المواقف ظاهر السلطة أنه تحترم الإمام أمام الناس فقط أمام الناس ظاهر بعضها ولكن أحيانا يرتفع هذا نقول إحنا مستوى الحقد والحنق عند هؤلاء فيؤذون الإمام لذلك هم يعني بين أنه ميردون يثيرون الرأي العام من جهة وبين من جهة أنه يخشون تحرك الإمام و يخافون منه يعني حتى أنه في جميع تحركاته لذلك كان استدعائه في ذن اليومين من الأسبوع و نحن نتخيل أنه بالأسبوع ذن ثابتات يومين أنت تروح للبلاط وتستلعى للإستجواب وأنت لم تفعل شيء أبداً وهذا مستمرة مثل ما نقول إحنا يوم أو يومين أو مدة معينة هذا مستمرة أنه هذا بحد ذاته نوع من أنواع الظلم والجور والتعدي على شخص الإمام سلام الله شيخنا العزيز كما هو معروف أن الإمام سلام الله عليه استشهد في سن مبكرة كم كان عمره ضمن نطاق التتبع التاريخي بالنسبة للروايات هو ما وصلنا وبهذه الفترة القياسية كيف استطاع الإمام سلام الله عليه أن يمهد ثقافياً ومعرفياً وعقادياً ودينياً لزمن الغيبة باعتبار هو أنه الإمام الحادي عشر والإمام الثاني عشر سوف تكون له غيبة صغرى وغيبة كبرى وسفراء كيف استطاع الإمام القيام بهذه المهمة حسب التتبع الإمام سلام الله عليه انتهت حياته بالشهادة وكان عمره ثماني وعشرين سنة يعني عاش بعد أبيه الهادي لمدة ست سنوات في ريعان الشباب ولذلك هي إمامة سلام الله عليه استمر ست سنوات وكان عمره ثماني وعشرين يعني الإنسان هنا في قمة عطاءه وأيضاً هو شاب ليس لديه مسلحين ولا لديه جيش ولا يخيف أحد ولكنه كان يمتلك الحجة وهذه الحجة وأيضاً أفئدة الناس تهوي إليه فما كان الإمام يسير في طريق إلا والناس ينظرون وكان الاهتمام المباشر من قبل المجتمع أيضاً هذا أدى إلى حسد هؤلاء فدس إليه السم صلوات الله عليه وانتهت حياته عليه السلام بهذه النهاية المأساوية ومن قبل هؤلاء الظلمة اللي هو من قبل المعتمد العباسي كما تشير بعض النصوص وكيف كان بهذه الفترة الوجيزة كيف استطاع الإمام مثل ما أسلفنا شيخنا العزيز شلون قدر الإمام سلام الله عليه أن يمهد ويهيئ للغيبة الخاصة بولده عجل الله هيئ الإمام العسكري عليه السلام الظروف المناسبة لاستقبال الوليد الجديد يعني في هذا البيت العلوي البيت الطاهر بيت الإمام الهادي ومن ثم صار بيت الإمام العسكري هو نفسه وحتى أنه تشير الروايات أنه الإمام الهادي أوصل إمام العسكري بأن يدفن حتى يكون لهذا البيت أيضا شيء واهتمام وفيه شيء من التهيئة لما هو قادم بدأت السلطة حينما ضايقت الإمام الهادي وبعد أنه اكتشفت قضية الإمام العسكري بالمضايقة والاشتداد والرقابة العينية على الإمام العسكري لأنه يعلمون أن هناك المهدي من نسل الإمام الحسن العسكري فكانت الأنظار تتجل إليه أو أن هناك إمام سيكون عقبة هذا الإمام الطاهر هذا هو الثابت حتى عندهم ولذلك بدأت الروايات الإسلامية بالانتشار التي تتحدث عن قضية المهدي وكان كل واحد منه هؤلاء يأتي ويصور للناس بأنه هو المهدي والمخلص لأنه له مناقب وله هذا الحيز الكبير عند المسلمين فلذلك كان يتمنى بعض هؤلاء الحكام أنه هو المهدي هو الذي يحصد لهم يعني سمي بعضهم بالمهدي حتى أنه يحوز على هذا ولكن لم يفلح ولم يحصل شيء بقى المهدي هو المهدي عليه السلام وكان الإمام يحرص على رعايته وحتى قبل أن يولد ويوجد في هذه الدنيا يعني في فترة الحمل هناك نوع من الاهتمام بوالدته بعد وضع هذا المولود الذي أنار الدنيا أيضا هناك اهتمام من قبل الإمام وكان لا يطلع عليه أحدا وحتى في قضية ولادة الإمام الحج هناك أشياء وأمور يعني مهمة جدا ولكن الإمام كان حريص شديد الحرص أولا على العناية بهذا المولود الجديد وأيضا هناك نوع من الاهتمام وإطلاع العيون من تلامذته ومن شيعته على قضية الإمام لأن كانت قضية أيضا فيها نوع من السرية في هذا الظرف هي القضية معروفة أنه يولد وهذا هو إمام وهذا هو معتقد الشيعة وشيعة يوصون كل إمام يوصي من بعد من هو الإمام الإمام الحسن العسكري أوصل لبعض نوابه واتصل ببعض الأفراد والأشخاص والعلماء وعيون تلامذته وأصحابه أنه الإمام من بعده هو الإمام الحج هو ولده واللي حقيقة يعني هو الموعود وهو الإمام الذي سيقيم العدل ويتحض الكفر ويتحض الضغيان والظلم هذا كان على التلامثة مقطوع به وأيضا المجتمع المؤمن الحريص على هويته وعلى عقيته كان على علم بأنه سيولد هذا الإمام ولذلك بدأ ينتشر يعني شيئا فشيئا خبر ولادته بين الأوساط ولكن يعني لما كبر بعد الإمام وأخذت يعني هاي السنية الأولى من عمره بعد صار يعني دوهم بيت الإمام يعني بحثا عن الوليد الصغير على هذا المولود ولذلك اللاحظ أنه الإمام الحسن العسكري يعني كانت لديه يعني حيطة وحذر من أن يتعرض الإمام بالأذى لأنه قدموا أهل البيت عليهم السلام حياتهم يعني لهذا الدين وإحنا عدنا كوكبة من الأئمة يعني كل الأئمة ما منهم إلا مقتول أو مسموم أو مسموم كل الأئمة يعني تعرضوا للشهادة ونالوا الشهادة فبقي واحد إذا تعرض هذا أيضا إلى الشهادة ساخت الأرض بأهلها ولذلك ما أصعب هذه المهمة على الإمام العسكري أنه كيف يحفظ هذا الوليد الذي هو موعود السماء موعود أهل الأرض موعود أهل السماء موعود الملكوت موعود كل شيء هذا الذي سيحقق العدل الإلهي كيف يحفظه وهو يعيش في ثكنة عسكرية نعم شيخنا العزيز كانت هذه المهمة صعبة جدا على الإمام ولا بلا شك هو بالمنطق الروحي والمنطق الإلهي الإمام سلام الله عليه لا يصعب عليه شيء ولكن كما هو معروف بالمنطق الحياتي والعملي يعني فهو كان أمر في غاية الصعوبة والأهمية على الإمام وما يحيط به من جلاوزة السلطة نذهب في فاصل قصير ونستكمل الحديث إن شاء الله مشاهدين الأحبة نذهب في فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم الله ومشاهدين الأكارم وهذه عودة من الفاصل واستكمالا لهذه التغطية الخاصة والحلقة الخاصة بذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه وأيضا أرحب مرة أخرى بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ حسن الجوادي حياكم الله جناب الشيخ والأستاذ مرة أخرى حياكم الله سلامكم الله كما هو معروف أنه لكل إمام من أئمتنا سلام الله عليهم إلى منزل رفيعة ومقام كبير وفضائل كثيرة تم تداولها من قبل أصحابهم وأيضا أهل البيت إمام بعد إمام أوضحوا مقام الإمام السابق لهم هل لا تحدثت لنا عن بعض فضائل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه جزاكم الله حياكم الله سلام مسلم حقيقة فضائل الإمام الحسن العسكري كآبائه الأطهار هي ملأة الخافقين وكان بالرغم من أن عمره يعني كان في بدايات شبابه و أغتيل سلام الله عليه إلا أنه استطاع أن يضع أثر في قلب كل إنسان الإمام عليه السلام حينما كان يسير في المدينة في أي مكان تراه الناس تخشع تراه الناس تهتم تتواضع له تهتم به يأخذ بشغاف القلوب الإمام الحسن العسكري يعني كان مؤثر إلى درجة كبيرة و لذلك يعني عمد في السلطة إلى إذاءه و يعني ملاحقته و مضايقته الإمام الحسن عليه السلام كان حقيقة يعني له من الفضائل و من السمات الشخصية و من الآثار العامة كل شخصية إلها يعني سمتها الخاصة مع نفسها و إلها تأثيرها في الآخرين الإمام على المستوى الشخصي يعني كان في غاية التهذيب في غاية الخلق في غاية الخشوع في غاية التعبد و التذلل إلى الله عز وجل سلام عليكم كان عابداً يعني مجتهداً في عبادته مطيعاً لله سبحانه وتعالى متقرباً إليه كان إذا يعني سجد يطيل بسجدته حتى بعض من كان يراقبه قال يعني كنت أنظر إليه إذا سجد يعني أؤدي مثلاً بعض المهام أو أقوم بشيء ما ثم أنتبه و أعود إلى الإمام عليه السلام فأراه ما يزال ساجداً وهكذا نلاحظ دلالة على طول فترة السجود سجوده و عبادته كآبائه عليه السلام ثم بعد ذلك نلاحظ علاقتها مع الناس و كيف كان أنه جواداً كريماً سخياً معطاءاً يعني يبذل من أجل الفقراء و يقدم المعونات للمحتاجين و في ذلك قصص و روايات عديدة منها أنه كان أحد الشعراء و ولد له مولود فحتاج إلى المال فأخذ يتردد على الإمام و يخجل أن يطرق باب الإمام تردد دون طالب نعم أخذ ولكن هو محتاج و في نفسه شيء يعني يريد شيء يريد المال و أخذ يتردد و هو صاحب حاجة يطرق بيت الإمام أو لا يطرق البيت المهم فخرج له و جاء بالمبلغ و حصل على مراده و كأنه الإمام قال له يعني إحنا بتعبيرنا أنت أطلب إذا كنت محتاج يعني نرفع هذا الاحتياج من دون أن يلفظ و هذه تربية أهل البيت عليه السلام أنه يعينون بعض الناس إذا علموا باحتياجهم دون أن يصرحوا مجرد أنه كان يتخطى الإمام اكتشف أمره فذهب إلى مساعدة هذا كان أحد الشعراء فهذا يدلل على أن الإمام ربما هذا كان الشخص غير موالي لأنه كان من شعراء السلطة يعني و احتاج إلى المال ممكن حتى السلطة تخلت عنه و لكن الإمام عليه السلام لم يتخلى عن أحد ثم أيضا في موقف آخر أحد أقارب الإمام أيضا كان يستحي يطلب من الإمام فأخذ ينظر للإمام و يتأمل و يعني يطرق بنظرة يعني يتأمل و يعني يتردد يستحي أن يطلب ما هل لحظات إلا يعني أزدى له الإمام مبلغ من المال اللي كان خليه مئة دينار مثلا فأعطاه فرفع حاجته و الإمام أيضا عبر له تعبير قال له يعني أنت أطلب و إحنا نعطيك يعني شيء بتعبيرنا و لكن يعني القصة معروفة في هذا الأمر فالإمام كان يحث هؤلاء على أن يطلبوا و ليس على أن يدفعهم نلاحظ أنه تربية الإمام و هذه واحدة من فضائله يعني الكثيرة و المتعددة أن الإمام كان يحث الناس على أن يطلبوا منه إذا كان عنده أعطاهم و هذا كانت يعني شيرته أنه لا يدخل المال لنفسه أطلاقا ليس كالملوك هو يعني كالملوك في أنه الناس تهتم إلى و يكون إلى مهابة و لكنه ليس كالملوك في ادخار المال لنفسه رغم الوضع الاقتصادي اللي كان فيه الإمام سلام الله عليه و الإحاطة و عيون السلطة و الإقامة الجبرية مع ذلك يده كانت فياضة و سخيل و يحطي للناس و نحن نقول أن الإمام مثلا هذا عاش هاي الفترة يعني اللي هو خلي نقول أصبحت له الزعامة و الأموال تجبأ إليه من كل مكان و إنما الإمام يعني في ظروف قاهرة و هو كان شابا ما ننسى أنه هذا كل الكلام و هو ست سنوات من إمامته بين السجن و بين التضييق و بين الاضطهاد و بين يعني المشاكسة السلطة و ظلمها و التعدي عليه و لكن يعني كان الإمام في هاي الفترات يعني يراقب الناس يهتم بهم و كان سخي يعطي للناس يقدم لهم المعونات و هذه يعني اللي هي ركزت عليها أنه من واحدة من الفضائل المهمة اللي هو السخاء و جودة و كرمة و أيضا علمة يعني من مناقبه أنه عالم و رغم أنه هذا العمر الفتي في حياة الإمام و انتقال هذه الصعبة في مدينة سامراء إلا أنه كانت الناس يعني تتزاحم عليه و لذلك هو كان يراقب هذا الأمر و يحاول أن يبعد بعض الأشخاص حماية لهم و إلا كان هو يعني الناس تهفو إليه تريد أن تتعلم منه الكلمة تتعلم منه الحرف آنذاك رغم هذه الظروف إلا أنه الإمام ربه طبق معينة من يعني أنصاره و شيعته و محبيه و أيضا اهتم بعدد يعني لا بأس به من الناس و بلا شك أنه في تحديدا في عصر الإمام سلام الله عليه تم حل بعض الإشكاليات اللي كانت متلابسة على شيعته سلام الله عليه و هذا معهود منه كآبائه سلام الله عليه شيخنا العزيز كيف تمكنت السلطة العباسية من اغتيال الإمام سلام الله عليه و شنو كان المبرر لهذا الاغتيال الإمام في سنية عمره و في أجمل مراحل عمره مرحلة الشباب هو أخطف و أغتيله هذه كانت المحاولة من قبل السلطة أيام المعتمد العباسي هذا الشخص و هذا السلطان الجائر يعني كان يراقب الإمام و كان الإمام إذا سار في طريق جلس الناس ينتبهون إليه و يخشونه و يحترمونه و يعظمونه و يجلونه هذا كان بمرأة و مسمع من قبل السلطة و عيونها و أيضا كانت الجواسيس و العيون توصل للأخبار فكان هذا يزيد من حنق و حقد السلطة آن ذاك لذلك عمده يعني بطريقة و بأخرى السجن ما فاد يعني الإقامة الجبرية ما فادت لأنه حتى في السجن الأفتحام ما فاد إلى بيته حتى في يعني مضايقات شديدة يعني في السجن مثلا جعل له سجان و قال له يعني أنت بعد هذه مهمتك أو كلت إليك هذه المهمة و جاء هذا من جلاوزة السلطة و وقفه و طلبه جعل اثنين من الأشخاص قلهم أنتوا بعد خلي نقول اختارهم أقوياء و كذا حتى يعني يعرضوا الإمام للتعذيب و ما شابه من أنواع الظلم و لكن هؤلاء يعني اجوا للإمام شافوا يصلي حتى ينتظروا و يفرغ من صلاته حتى يعني يضربوا يعني يبلشوا أساليب التعذيب و لكن صدفة انتبهوا هؤلاء إلى أنه لقوا حالهم بغير حال انقلبت أحوالهم تغيرت نفوسهم لأنه رأوا أشياء من الإمام في خشوعه في عبادته في صلاته أخذ بشغاف القلوب هو الإمام بحد ذاته يعني المعروف أنه الشاب المؤمن و الشاب المتقي و العابد و الذي يصلي هو الذي تقع عليه الأنظار و ينجذب إلى القلب فكيف الإمام سلام الله عليه و الأئمة كذلك معروفون بالهالة و النور فأثر بهؤلاء النور المحيط بهم نعم أثر بهؤلاء بهذه الأبعاد المعنوية الأبعاد الروحانية من سمو الذات و عظمة الشخصية فأثر بهؤلاء تأثير روحي تأثير نفسي و قال لهم لهم ليش ما عذبتوا ليش ما مارستوا هذه الضغوط و الظلامات على الإمام سلام الله عليه قالوا لي نعذب من يعني هذا أدهشنا في عبادته في كذا هذه الأحداث واللقطات كانت مؤذية بالنسبة للسلطان كان يخشاها ويتأذى منها وأيضا يزداد حسده وحقده يوم بعد يوم إلى أن وصل بعد يعني لم يتمكن من إخفاء حسده وحقده المعتمد على الإمام سلام الله عليه فدس إليه السم وأخذ السم يعني يفتق في جسده في يعني بدايات بعض المؤرخين يقول في بدايات شهر ربيع يعني في مثل هذه أيامنا هذه الذكرى شهادة سلام الله عليه صادف هذا الوقت وكان يعني الإمام عليه السلام يعاني يعني الأمرين جراء هذا السم الذي تعرض له وانتهت حياته أي تبرير طبعا ماكو سألت أنه عن التبرير هم هؤلاء السلطة يعني لا تبرر قتلوا الإمام وأخفوا طبعا لأنه طريقة السم طريقة سرية القتل وأنهوا حياة الإمام وكأنه لم يفعلوا شيء طيب كيف شاع ما بين الناس أنه السلطة وراء ذلك أم لم يكن هذا الأمر مشاع ما بين الناس الناس ولا سيما يعني الوعات منهم وحملة العليم ومن لهم صلب الإمام عليه السلام يعلمون بأن هذا الشاب اختفاء في غضون يوم أو يومين اختفى يعني إحنا عادة حتى الشاب مثلا من نسمع خبر أنه توفي أحد الشباب رأسا نسأل من السبب إذا نقول رجال كبير ما رح نسأل عن السبب لأنه عادة هو بلغ به العمر ولكن أن يرحل شاب في مختبى العمر 28 سنة هذا مؤشر على أنه السلطة هذا كتحليل بعيد عن أي دليل إذا لم يوجد أي دليل لي ايش؟ تحليل منطقي تحليل منطقي بعد أكو تحليل أمني هي السلطة كانت تراقب وتعتقل وتسجن وتمارس شتى أنواع الممارسات الغير لائقة بمقام الإمام فهذا يظهر أنه السلطة أوراء ذلك ثم بعد أكثر ثابت قطعا بأن السلطة هي من دست السم وقتلت أبيه الهادي فهذا يعني واضح بأن السلطة التي أظهرت في بعض فتراتها أنه عدهود للإمام الهادي أو لا تضايق مثلا ولكن هي من تعمدت وسمت الإمام فظهر بأنه السلطة سمت أبيه السلطة سجنت السلطة ضايقت السلطة كانت تستدعيه يومين في الأسبوع إلى غير ذلك من الممارسات ثم يعني توفي وعمره 28 كلها مؤشرات على أنه السلطة دست إليه السم وانتهت حياة الإمام بهذه الطريقة المؤلمة واستشهد سلام الله عليك وافتضح أمر هؤلاء بشهادته سلام الله عليك لا يمكن إخفاء يعني شيخنا العزيز ياريت تحدثنا عن حال البيت العلوي بشكل خاص بالإضافة إلى حال مدينة سر مراء أو سام مراء بفقد هذه الشخصية العظيمة وهذا الشاب الذي أخذ بشغاف القلوب كما ذكرتم وكيف كانت أجواء المدينة بخلو قائد روحي طاهر ومطهر وعالم من هذه المدينة نحن العراقيين نجيد الحزن ونجيد التفاعل معه وحتى نرى أبياتنا وشعرنا ويعني كذا حتى الإمام سلام الله عليه أنه قال له أنشدني كما تنشدون يعني بالعراق تعرفون تعرفون شون تقرون تعرفون شون تتفاعلون وكأنه ميزة هذه يعني للعراقيين نحن بالعراق نترجم الحزن نقول انطفت شمعة البيت يعني الإمام عليه السلام فعلا كان ينير هذا البيت و هذا البيت كان يستقبل نوره و أثره و بركته و كان هو يعني الظل اللي تلتجئ العائلة إليه من جور السلطة و الظلامة و هو في مقتبع العمراء ثم كان أيضا الوسام و الفخر و العزة لكل الناس اللي كانوا موجودين في سام الراء لأنهم كانوا يتوسمون به الخير لأنه البقية الباقية من رسول الله صلى الله عليه و آله يدعون الآخرين انتسابهم و التساقهم بالنبي صلى الله عليه و آله و لكن الإمام الحسن العسكري كان لا يدعي الانتساب و إنما هو يعني أصلا هو فرعا من هذه الدوحة المحمدية المحمدية و هذه السلالة الطاهرة النبوية فكانت الناس على اختلاف مشاربهم المؤرخين يقولون و اختلاف ألوانهم و مذاهبهم أنه يعني يتلهفون للقاء الإمام و كان أحدهم يقول أنني أجلس مثلا في نهاية الزقاق علّ الإمام يعني يفوت من هذا الطريق و كان الإمام يوصيهم أنه لا تشيروا علي بإشارة و لا تومئوا إلي بشيء لأن أخاف عليكم من هؤلاء شوف لاحظوا العلاقة بين المحبة هؤلاء يجووا يوقفون له بالطريق حتى يشوفون يسلمون عليه و الإمام يشوفهم يتأثر عليهم و يريد يسلم عليهم ما يقدر هم يريدون يسلمون عليه و ما يقدرون و الإمام يعني يحذرهم أنه ترى السلطة تعتقلكم و تؤذيكم لذلك أشوف هذه علاقة المحبة أنه مع أن الإمام يعني خلينا نقول نحن ما كانت الدنيا بيده دنيا عدة صلاطين عدة ظلمة و كان الإمام مضيق عليه و ما كانت الحواشي و المؤسسات و السلطة و كل شيء بيد الإمام لا لم يكن بيده شيء و لكن كان عند الإخلاص كانت عند المحبة كان عند الصدق كان عند الأمانة كانت عند الرسالة الإلهية و لذلك أثر في الناس هؤلاء لم يستطعوا أن يكتموا غيظهم و حسدهم مباشرة ذهبوا إلى اغتيال الإمام فضجت المدينة و عم السواد و أيضا يعني انطفأ كل شيء كان نور في المدينة و أصبحت موحشة من هنا بدأت القساوة و بدأت القساوة حتى على الإمام سلام الله عليه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه لأنه فقد أبيه و هو طفل عمره خمس سنوات و هذا يعني ما أعظمه من ألم و هذا طبعا هذا بدأت رحلة اليتم و أيضا رحلة رعاية الشيعة و هو في طفولته فبدأ التكليف و هذا نحن عندنا هذه الألهة سابقة أنه الإمام الجواد رحل أبيه الرضا صلى الله عليه و عمره سبع سنوات أو سبع سنوات و نص بعض المؤرخين يقولون واستلم الإمام الزمام أمور المسلمين رغم صغر السن فهذه بدأت المضايقات إلى أن وصلت إلى الإمام الحجة و كان الإمام يعني هو لم يرى شيء من أبيه يعني خمس سنوات نحن بتعبير نقول يا عدو بتتذكر فد مشهد أو مشهدين من حياته أم بالحياة العادية بعيدا هو كإمام هو بحاجة إلى أب و عمره خمس سنوات حقيقة الموضوع مؤلم جدا و محزن على قلب كل إنسان لديه إنسانية و لديه شيء من المروء وافر الشكر و الامتنان لكم جلاب فضيلة الشيخ و الأستاذ حسن الجوادي كنت معي في هذه التغطية نعم مشاهدين الأكارم وصلنا و إياكم لختام هذه التغطية و هذه الحلقة آملين من الله سبحانه و تعالى أن لا يحرمنا من النظر لهذه المشاهد التي تحوم حول القلب و لا يحرمنا من شفاعة سيدنا و مولانا الإمام الحسن العسكري و أبيه الإمام علي الهادي و نسأله تعالى أن يعجل فرجا و لديه الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف و صلى و إياكم للختام أستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة